نشر تحوال التقساتكم من قناة الحياة الجزائرية أهلا بكم نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لظاهرة اليوم وحسب مصلحات الأرصاد الجوية تبقى الأجواء مستقرة بمدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية مع سماء من سافيا إلى مغشات جزئيا نفس الوضعية الجوية اتجاه المناطق الداخلية الشرقية حتى الهضابة العليا الغربية افتراب جوي سوف يهم إذن البيت حتى الجنوب الغربي كل من بني عباس وتندوف وتساقط للأمطار تكون قوية محليا إذن مصحوبة أيضا برياح تبقى الأجواء مستقرة اتجاه الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي مرتفعات الهوغار والتاسري وأقصى الجنوب الجزائري مع بعض الصحوب العابرة درجات الحارس 17 درجة على عنابة 13 درجة على تبسة 12 درجة بيستيف 18 درجة بالعاصمة 14 درجة على شمال الصحراء على غردايا 21 درجة على إليزي 18 درجة على جونة 23 درجة بالتمنى راست وأدرار بالجنوب الغربي 18 درجة الدرجة الدنيا 8 درجات بالبيض والقصوى 28 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري المرشف الملاحة وأحوال البحر البحر سوف يكون من هذه إلى قليل اضطراب هذا على طول الساحل الجزائري مع سرعة الريح تروح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة نختم مشاهدنا بمواقع الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها غروبة الشمسة للسادسة 27 دقيقة للمزيد من المعلومات عن الجو والبيئة مع عليكم إلى التواصل معنا على عنويننا التي تظهر على الشاشة ختم النشر الجوية في آمان الله